وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين أتحدث عن أولئك الذين أسسوا سقيفة بني ساعدة وأتحدث عن الذين يحدثوننا عبر البخاري ومسلم وسائر كتب الحديث في أجواء سقيفة بني ساعدة هذا هو صحيح البخاري وهذه الطبعة هي الطبعة التي قرأت ما قرأت من أكاذيبها عليكم في الحلقات المتقدمة إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين وأربعة ميلادي البخاري متوفى سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة حدثتكم عن جانب من أكاذيبه وأثبت ذلك عبر عرض أحاديث البخاري على القرآن ولازلت بهذا الصدد هذا الكتاب البخاري لم ينقل فيه رواية واحدة عن إمامنا الصادق ولكنه نقل ثم أحاديث هذا الكتاب عن مسدد مجموع أحاديث البخاري من دون التكرار ألفين وسبعمية وواحد وستين حديث بحسب ما أحصى ذلك ابن حجر العسقلاني إنه صاحب أشهر وأهم شرح للبخاري للبخاري فتح الباري عدد الأحاديث التي نقلها البخاري عن شيخه مسدد الذي لا ندري هل هناك شخص بهذا الاسم أو لا ذكرواه في كتب الرجال وامتدحوه وقالوا ما قالوا عنه ذكر عنه في الصحيح 325 حديثا إنه مسدد ابن مسرهد ابني مسربل ابني مغربل ابني مرعبل ابني مطربل ابني أرندل ابني سرندل ابني غرندل باللهي عليكم هل يوجد كائن بشري بهذه المواصفات لا شأن لنا لا بالبخاري وله شأن لنا بابني مرعبل وابني مطربل هذا أكذوبة أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث وأن ما تركه من أمواله صدق هذه الأكذوبة التي جاءنا بها أبو بكر ابن أبي قحافة هذا هو كتاب فرض الخمس وهو الكتاب السابع والخمسون من كتب صحيح البخاري وهذا الباب الأول باب فرضي الخمس صفحة خمسمية وثمانية واربعين بحسب الطبعة التي عندي الحديثان 3092 3093 أحدهما يكمل الآخر 3092 البخاري يقول حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بسنده بسند البخاري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام هكذا جاء مذكورا أنا أقرأ نص ما هو مطبوع بين يدي أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه التكملة في الحديث الثاني هو حديث واحد لا أدري لماذا جعلوه حديثين برقمين على أي حال فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر أبو بكر والذي يصليها ملعون من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر إلى بقية الحديث أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن موقفي الصديقة الطاهرة ولا أريد أن أتحدث عن فدك وتفاصيل المجريات المرتبطة بهذا الموضوع إنما كلامي بخصوص الحديث بما هو حديث الذي نقله أبو بكر عن رسول الله هكذا قال أبو بكر من أن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدق سأعرض هذا الحديث على القرآن قلت لكم لا أريد أن أناقش ما الذي جرى في موضوع فدك هذا موضوع يناقش بتفصيل ولا أملك وقتا لهذا إنما حديثي عن أكاذيب البخاري التي هي أكاذيب عائشة وأكاذيب الصحابة ومرت الأمثلة العديدة بهذا الخصوص إذن حديثي عن هذا الكلام الذي نقله أبو بكر عن رسول الله لا نورث ما تركنا صدق هذا الحديث أيضا ذكره البخاري صفحة 656 رقم الحديث 3711 وتتمة الحديث أيضا في الحديث الذي بعده 3712 إنه كتاب فضائل أصحاب النبي الكتاب الثاني والستون وهذا هو الباب الثاني عشر باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر رقم الصفحة 656 الكلام هو هو أبو بكر يقول من أن رسول الله قال لا نورث ما تركنا فهو صدق والكلام أيضا في صفحة 745 كتاب المغازي إنه الكتاب الرابع والستون من كتب صحيح البخاري وهذا الباب هو الأربعون باب غزوة خيبار رقم الحديث 4241 رقم الصفحة 745 أيضا نقل أبو بكر عن رسول الله من أنه قال لا نورث ما تركنا صدق إلى أن يأتي الكلام فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك وجدت أي أنها غضبت عليه فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت إلى آخر ما جاء في الحديث ورد الحديث في العديد من الأبواب وفي العديد من الكتب في صحيح البخاري لا أريد أن أشير إلى المصادر الحديثية الأخرى سأقف عند البخاري وأكاذيبه وأقف عند أبي بكر وأكاذيبه القرآن يكذبه أنتم بين خيارين أن تصدق الله في قرآنه وتكذب أبا بكر في كلامه هذا أو أن تصدق أبا بكر وتكذب الله في قرآنه هذا هذا هو القرآن بين أيدينا أبو بكر يقول من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما تركناه صدق سأبدأ من هنا وأنا أعرض كلام أبي بكر الذي كما يقول من أنه ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله سأعرضه على الكتاب الكريم هذه سورة الأحزاب إنها الآية الحادية والعشرون بعد البسملة من سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذه قاعدة إلهية قرآنية دينية عقائدية شرعية محمدية قولوا ما تشاء رسول الله أسوتنا لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه هي القاعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أسوتنا الإلهية الحسنة ماذا يعني هذا حينما يكون رسول الله أسوة حسنة لنا هذا يعني أن الدين والشريعة تكون مطبقة على رسول الله وهو الذي يطبقها على نفسه في كل أبعادها هل توجد استثناءات توجد استثناءات لكن الاستثناءات هذه لا بد من دليل عليها القرآن مثلا حدثنا عن أحكام استثنائية تتعلق بالنبي بخصوص الزواج وهكذا هناك استثناءات هذه الاستثناءات لن تنطبق علينا لكنها قليلة جدا الاستثناءات لا بد أن تبين لنا إما في الكتاب الكريم أو في أحاديث النبي بحيث أن الأمر يكون معروفا عند الجميع لا أن يتفرد أبو بكر بكلام يتعارض مع القرآن جملة وتفصيل وفي الوقت نفسه يعترض عليه علي ما قيمة أبي بكر إلى علي علي يعترض على كلام أبي بكر ويكون شاهدا على ما تقوله فاطمة وهي تصفع وجه أبي بكر بالحقائق في خطبتها المعروفة وخيار أصحاب رسول الله ما كانوا على علم بذلك فاطمة ما كانت على علم بهذا الذي يقوله أبو بكر سيدة نساء أهل الجنة بحسب أحاديث البخاري كيف صارت سيدة لنساء أهل الجنة وتأتي كي تطالب بأمر ليس لها آية التطهير قطعا قطعا تنطبق على فاطمة تمام الانطباق فكيف أصبحت مركزا لآية التطهير وهي لا تعرف الحق من الباطل ولا تعرف ما لها وما عليها هل هذا الكلام منطقي أنا لا أريد أن أناقش في هذا الموضوع كثيرا وإنما أريد أن أعرض ما قاله أبو بكر من أن رسول الله قال ما قال أريد أن أعرض هذا على القرآن علي فاطمة رفضت خيار الصحابة رفض ظلامة فاطمة وتفاصيلها ولا أريد أن أخوض فيها العباس عم النبي جاء مطالبا بحقه أيضا بميراثه بما له من ميراث من حق زوجات النبي طالبن بالميراث وهذا الكلام موجود في البخاري نفسه فاطمة طالبت علي كان معها العباس طالب زوجات النبي طالبن بالميراث كلها أولى لم يكون على علم بهذا الأمر وهو أمر يخصهم فهل من المعقول أن النبي قال هذا الكلام لأبي بكر وهو لا يخصه هذا الأمر يخص فاطمة ويخص زوجاته لماذا الزوجة الوحيدة فقط التي تردد هذا الكلام عائشة أبوها جاء بهذا الكلام وعائشة تردده لماذا بقية زوجات النبي يخالفن عائشة ويطالبن بالميراث ولماذا فاطمة رفضت كلام أبي بكر لأنها تعتقد أنه كاذب كذاب وهجرته إلى أن ماتت وفي الحقيقة إنها ماتت قتلا وأنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع ولكنني قلت إلى أن ماتت بحسب البخاري وإلا فإن فاطمة قضت مقتولة وهذا موضوع له برامجه الخاصة بإمكانكم أن تعود إلى برامج المختصة بهذا الموضوع كل هؤلاء ما كانوا على علم مع أن الأمر يخصهم أبو بكر ما علاقته بميراث النبي النبي أساسا طرده في رزية الخميس حينما طرد عمر وطرد بقية الصحابة أبو بكر كان من بينهم النبي طرده فهل من المنطقي أن أبو بكر وأن عائشة يعلمون بهذا وفاطمة صاحبة الشأن لأن الميراث لفاطمة الميراث لفاطمة فهي البنت الوحيدة لمحمد صلى الله عليه وآله الميراث لا هناك ثمن يخرج لزوجات النبي فقط وبقية الميراث لفاطمة هي بنت محمد صلى الله عليه وآله فهل يعقل أن صاحبة الشأن وأن صاحبة الميراث وهي بنت النبي الأعظم لا تعرف هذا الأمر ولم يكن النبي قد أخبرها وأن أن علي كان جاهلا بالأمر وهل 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 وبغض النظر عن كل هذا مع أن كل هذا يثبت أن أبا بكر كذاب وكذاب وكذاب فيما ينقله عن رسول الله لكن أريد أن أكون منصفا سأعرض عن هذا الأمر وأقول كما يقول السنة من أنه خلاف بين الأصحاب وأهل البيت وتلك أمة قد خلت إنني أريد أن أتناول حديثا في صحيح البخاري وأعرضه على القرآن مثل ما يقول أبو بكر من أن النبي قال لا نورث ما تركنا صدق بحسب هذه القاعدة من أن رسول الله أسوة حسنة لنا فإن الشريعة بكل تفاصيلها تنطبق عليه وهو الذي يطبقها على نفسه على أكمل وجه وأتم صورة وإلا كيف سيكون أسوة لنا هو الصورة المثالية العملية والقولية والحالية لتطبيق الشريعة على أرض الواقع ما بين أظهرنا إنه محمد الأعظم صلى الله عليه وآله هناك استثناءات نعم هناك استثناءات لكن الاستثناءات هذه إما أن يبينها القرآن وإما أن يبينها لنا رسول الله بطريقة يعلم بها الجميع وإلا فإن اختلاطا في الأمر سيكون وهذا يتعارض مع عمله الرسالي النبي اللسان بيان لنا ولسان توضيح ولسان كشف للحقائق فلا يمكن أن يكون هذا الأمر الذي يتحدث عنه أبو بكر وينسبه إلى رسول الله لا يمكن أن يكون صحيحا لا يمكن أن يكون صحيحا والقرآن ما أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد بل الموجود في القرآن يعارضه وينافره بدرجة مئة بالمئة ولم يرد شيء من ذلك على ألسنة العترة الطاهرة وعلى ألسنة خيار الصحابة من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر أمثال الذي جاء في القرآن يكذب أبا باكر والذي جاء على لسان العترة على لسان علي أمير المؤمنين وعلى لسان فاطمة يكذب أبا باكر والذي جاء على لسان كبار الصحابة وخيارهم يكذب أبا بكر وخطبة الزهراء موجودة موجودة ومعروفة ولا تحتاج إلى كثير من البحث والجدال والنقاش إنها واضحة وضوح الشمس تتحدث عن كذب أبي بكر وعن ضلاله وظلمه لفاطمة والبداية من كذبته هذه هذه الأكذوبة التي ينقلها البخاري لنا ويكرر ذكرها في العديد من المواطن والموارد في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وعاله قال لا نورث بحسب أكاذيب أبي بكر إذن نبينا أسوة لنا وليس هناك من استثناء فلا بد فلا بد أن تنطبق الأحكام الشرعية على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تنطبق علينا لأنه أسوة لنا لا يوجد استثناء في الكتاب الكريم لا توجد آية تتحدث عن أن الأنبياء بشكل عام أو أن نبينا صلى الله عليه وآله لا يورث القرآن خلي والذي يريد أن يقول خلاف ذلك فليرشدنا إلى آية تقول إن الأنبياء لا يورثون أو على الأقل إن نبينا صلى الله عليه وآله من دون الأنبياء لا يورث ولماذا من دون الأنبياء لا يوجد في القرآن شيء بهذا المضمون لا عن الأنبياء عموما ولا عن نبينا صلى الله عليه وآله خصوصا إذن أحكام الميراث تنطبق عليه قبل أن تنطبق علينا لماذا لأنه أسوة لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا هو أسوة لنا وهذا يعني أن الأحكام تنطبق عليه وهو يطبقها على نفسه بنحو مثالي كامل قبل أن تنطبق الأحكام علينا هناك استثناءات نعم ولكن ما هو الدليل على هذه المسألة الأدلة قائمة على تكذيب ما يقوله أبو بكر إذا ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة في القسم الأول من الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد والمراد من الولد هنا الذكور والإناث المفرد المفرد والمثنى والجمع ولهن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد كحال رسول الله صلى الله عليه وآله فلهن فلهن للزوجات فلهن الثمون مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين إلى آخر ما جاء في الآية هذا الحكم ينطبق على رسول الله وعائلته قبل أن ينطبق علينا وفقا لقاعدة الأسوة لا يوجد استثناء لا في الآية ولا في آية أخرى من أن الحكم هذا لا ينطبق على رسول الله هذه الآية وجئت بها مثالا الكلام ليس عن الآية هذه فقط كل آيات الميراث كل الآيات القرآنية التي تناولت موضوع الميراث تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله أولا قبل أن تنطبق علينا لماذا لأنه هو الأسوة هذا هو معنى الأسوة القرآن وضح لنا وبيّن من أن رسول الله أسوة حسنة لنا أحكام القرآن تنطبق تنطبق على الأسوة قبل أن تنطبق علينا وبنحو مثالي وبنحو كامل كلي هذه آيات الميراث وقرأت جانبا منها تنطبق على رسول الله وعائلته وأسرته فقد رحل عن الدنيا وترك بنتا واحدة وترك تسع زوجات لهن الثمن وبقية الميراث لبنته بحسب القرآن فهذا الحكم ينطبق على رسول الله أولا وينطبق علينا بعد ذلك لأن رسول الله أسوة حسنة لنا هذا هو منطق القرآن أين أضع أكذوبة أبي بكر هذه لو كان هناك استثناء لتحدث القرآن عن هذا الاستثناء أو على الأقل أن النبي أخبر أسرته بذلك وأخبر عامة المسلمين كي يكون الأمر واضحا لا يوجد الاستثناء في القرآن ولم يخبر رسول الله أحدا بهذا إلا هذا الرجل إلا أبو بكر هو الذي ينقل لنا ما ينقل علي المختص برسول الله ما كان على علم بهذا فاطمة صاحبة الشأن ما كانت على علم بهذا ولقد قضى رسول الله الأيام الأخيرة قضاها في بيت علي وفاطمة لماذا لم يخبرهم هل تتوقعون أن النبي أخبرهم بغض النظر عن الإمامة والعصمة هل تتوقعون أن النبي أخبرهم من أنه لا يورث وتأتي فاطمة بعد ذلك بغض النظر عن أنها مركز آية التطهير بغض النظر عن أنها سيدة نساء العالمين بغض النظر عن أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها بغض النظر عن كل هذا عامة المتدينين لا يفعلون هذا فكيف بفاطمة لو أن النبي أخبرها من أنه لا يورث فلا يوجد استثناء لا في الكتاب الكريم ولا في حديث رسول الله الذي جاء به أبو بكر جاء بالكذب هذا افتراء واضح على رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا بعد إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنفال وإلى الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة والذين آمنوا من بعد وهاجروا الآية تسبقها آية في السياق نفسه لكن موطن الحاجة في هذه الآية في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة من سورة الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم موطن موطن الشاهد هنا وأولو الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم هذه القاعدة هذه القاعدة قاعدة تنطبق على رسول الله أولا لأنه هو الأسوة الحسنة وتنطبق علينا بعد ذلك وأولو الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله جزء واضح من هذه الولاية فيما بين أولو الأرحام الميرات جزء واضح وبين القرآن لنا هذا في آيات الميرات فلا يوجد استثناء في هذه الآية ولا في الآيات التي تماثلها أن يستثنى رسول الله من ذلك لو كان هناك استثناء لذكره القرآن أو على الأقل لذكره رسول الله وبين ذلك لأرحامه لا يمكن أن يكون هذا الاستثناء ورسول الله لم يبين هذا لأرحامه هذا كلام منطقي هذا يتعارض مع أمانة رسول الله هذه خيانة أن لا يبلغ أرحامه بهذا الاستثناء أساسا الرسالة في أيامها الأولى بدأت بتبليغ الأرحام وأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين هذا كله كان في بداية البعثة لا يمكن لا يمكن أن يكون هناك استثناء يتعلق برسول الله وعائلة رسول الله إلا أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يبلغ أرحامه بذلك هذا الكلام يشكل خيانة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لأن القرآن صريح من أن الولاية قائمة وثابتة فيما بين أولي الأرحام ومظهر من مظاهرها الميرات بحسب آيات الميرات أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عليكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وهذا الكلام يأتينا أيضا في سورة الأحزاب في الآية السادسة بعد البسملة دققوا النظر في هذه الآية دققوا النظر في هذه الآية هذه الآية هي أم الباب أم الباب يعني أنها أم الموضوع النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا استثناء للنبي القرآن ذكره النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا استثناء للنبي لا أستطيع أن أقول عن نفسي أو أن يقول أي أحد منكم من أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم لا أستطيع أن أقول من أنني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولا يستطيع أي أحد آخر إلا محمد وعلي في بيعة الغدير من أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا أنت يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه هو أولى منكم بأنفسكم وهذا الكلام ينطبق على الأئمة المعصومين الأربعة عشر محمد علي فاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى قائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا هذا استثناء ذكره القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته هذا استثناء خاص بالنبي لا نستطيع أن نقول عن زوجاتنا بأنهن أمهات المؤمنين ليس لفظاً إنما أتحدث عن حكم تترتب عليه الآثار لفظاً يمكن للإنسان أن يقول ما يقول إنني أتحدث عن هذه المصطلحات والقوانين هنا في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا استثناء وأزواجه أمهاتهم هذا استثناء وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مصطوراً الآية فيها تفصيل لكنني لا أريد أن أقف عند كل التفاصيل في الآية الآية تتحدث عن الولاية بين أولي الأرحام من المؤمنين والمهاجرين فهذا ينطبق على رسول الله وأسرته أسرته تتمثل ببنته فاطمة مع زوجاته فاطمة هي الأسرة الحقيقية التي لا يمكن أن تنفك عن محمد هي بضعة منه كما يقول صلى الله عليه وآله أما زوجاته يمكن أن تنفك زوجة النبي عن النبي يمكن أن يطلقها ولذا الميراث الحقيقي لفاطمة وحصة الزوجات الثمن الآية واضحة لو كان هناك استثناء لذكرت الآية هذا الاستثناء مثل ما ذكرت الاستثناء الأول والاستثناء الثاني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا استثناء هذا شيء خاص برسول الله وأزواجه أمهاتهم هذا شيء خاص برسول الله وليس بنساء النبي لأنهن ينسبن إلى رسول الله هناك استثناء هناك خصوصية لهن إذا ما طلقنا لن تبقى هذه الخصوصية هذه الخصوصية هي لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه استثناءات للنبي لو كان هناك استثناء بخصوص الميرات لذكر في هذه الآية لأن الآية ذكرت قاعدة الولاية بين أولي الأرحام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين قلت لكم الآية فيها تفصيل إن لم يكونوا من المؤمنين والمهاجرين وهذا لا حاجة لنا بذكره الآن حديثنا عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان هناك من استثناء لتحدثت الآية عنه الآية أثبتت الولاية فيما بين أولي الأرحام وبحسب قاعدة أن النبي أسوة حسنة لنا فإن القاعدة تقودنا إلى أن الآية هذه تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تنطبق علينا هذه حقائق واضحة تشير إلى كذب أبي باكر إلا أن يقول قائل من أن الحديث كذب على أبي باكر ومن أن التفاصيل التي ترتبط بظلامة فاطمة هي الأخرى مكذوبة وكيف طريق إلى هذا لا يوجد طريق إلى هذا أبو بكر قال هذا الكلام وقد كان ليس كاذبا قد كان كذابا كذابا لأنه أصر على ذلك وأصرت معه بنته عائشة وكانت كذابا كذابا هذا هو القرآن الواضح الصريح يكذب كلامه وحين أقول كان كذابا لأنه رتب أثرا عمليا على كذبه هذا أن فعل ما فعل من الظلم ومن القسوة ومن كل ما صدر منه اتجاه فاطمة صلوات الله علي ولا أريد الحديث عن هذا الموضوع نذهب إلى فاصل في سورة مريم إنها الآية السادسة بعد البسملة في سياق قصة زكريا في الآيات التي تسبقها زكريا يتوجه إلى ربه قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكو بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي ما الذي يترتب عليه تأتي الآية السادسة بعد البسملة يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا فاستجاب الله له وما قال له من أن الأنبياء لا يرثون وإنما قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمية ما قال الله ما قال الله له بأننا نبشرك بيحيا ولكنه لا يرثك لأن الأنبياء لا يرثون يرثني ويرث من آل يعقوب هذا نبي معصوم زكريا يخاطب الله فهل يخاطبه بشيء لا يريده الله لا يريده يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وماذا أيضا في سورة النمل وفي الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وورث سليمان داود ورث النبوة وورث الملك وورث كما يرث المؤمنون من آبائهم ورث المال والأملاك بعيدا عن النبوة وعن الملك الحديث عن الأموال الشخصية فلا يوجد هناك استثناء إنها وراثة كاملة وراثة للنبوة ووراثة للملك ووراثة ووراثة كما يرث عامة المؤمنين من أوليائهم وأرحامهم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء وأتينا من كل شيء هذا التعبير يشير إلى أن الأنبياء تنطبق عليهم أحكام المواريث مثل ما تنطبق على بقية أتباعهم وأتينا من كل شيء من المواريث من المواريث ومن غير المواريث وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء المواريث داخلة هنا في هذا التعبير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين الفضل المبين جزء منه المواريث لأن الآية ناظرة إلى المواريث هذا دقق النظر في الآية وورث سليمان داود إنها وراثة في جميع الاتجاهات وراثة النبوة وراثة الملك ووراثة المال والأملاك الشخصية الوراثة التي أحكامها تجري على عامة المؤمنين تجري على الأنبياء أيضا وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء وشيء من كل شيء المواريث التي هي متعارفة بين الناس وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين فلا يمكن أنه أن ينتقص من فضل الأنبياء المبين بأن يحذف الميراث منهم لأن الميراث هو جزء من الفضل المبين إن هذا لهو الفضل المبين الآية تتحدث عن كل النعم وعن كل ما أعطى الله سليمان من نبوة وحكمة وعلم وملك وسلطة على الجن والإنس و و و وكذلك ما ورثه عن أبي وورث سليمان داود كل هذا يدخل في هذا العنوان في عنوان الفضل المبين فوراثة فاطمة من أبيها فضل مبين أعلى من الفضل المبين الذي جاء مذكورا في هذه الآية أبو بكر كذاب 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 بحسب منطق القرآن كذبوني 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 لا تستطيعون أن تكذبوني إلا أن تثبتوا من أن الذي قاله أبو بكر استثناء من أين تأتون بالدليل لا يوجد دليل مطلقا لا في القرآن ولا عند العترة وحديث العترة صحيح عند السنة والشيعة والنبي أمرنا أن نتمسك بهما معا القرآن قائم على تكذيب أبي بكر وأما العترة فموقفها واضح العترة تلعن أبا بكر أدعيتهم زياراتهم أحاديثهم كلماتهم واضحة هذا أمر ليس سريا كتب حديث العترة مشحونة بلعن أبي بكر ولعن السقيفة بني ساعد هذا ما هو بسر القرآن يكذب أبا بكر والعترة تكذب أبا بكر والنبي الأعظم قال لنا تمسك بالإثنين معا وأعطانا ضمانا إذا ما تمسكنا بالإثنين معا فإننا سنكون على هدى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كما قلت لكم أمامكم خياران الخيار الأول أن تصدق الله في قرآنه وأن تكذب أبا بكر أو أن تصدق أبا بكر وتكذب الله في قرآنه القضية واضحة واضحة جدا ولا أستطيع أن أقول من أن أبا بكر خدعه أحد الناس كذب عليه لأن أبا بكر أسس أسس خلافته على هذه الأكاذيب لو كان جاهلا وهناك من خدعه بهذا الكلام لما فعل ما فعل قتلوا فاطمة قتلوا فاطمة بغض النظر عن هذا الموضوع لا أستطيع أن أتصور صورة أخرى كي أحسن الظن بأبي بكر إنه كذاب مثل ما قلت في العنوان وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين لكنني في الوقت نفسه أقول إذا بينتم لي حقيقة أخرى فإنني أقبلها لست معاندا ولست مكابرا إلا أن المعطيات التي بين يدي هي التي تقودني إلى هذه النتيجة القرآن بين أيديكم وصحيح البخار بين أيديكم وتدبروا في المطالب التي عرضتها وبينتها لكم نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة التاسعة والأربعين باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن أبي البختري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن العلماء ورثت الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورث درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا عن من تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هذا الحديث إن كان المراد منه من أن الأنبياء لا ينطبق عليهم حكم الميراث فإن الحديث هذا يتعارض مع القرآن ولا قيمة له إلا أن الحديث لا يقصد هذا إنني جئت بهذا مثالا كي أقول لكم من أن ني حين أعرض حديث البخاري على القرآن فإنني أعرض أحاديث الكافي على القرآن أيضا مثلما أعرض أحاديث البخاري لكن الحديث لا يتناول المضمون الذي تحدث عنه أبو بكر الإمام أصادق هنا يوجه حديثه لأتباع الأنبياء لأتباع العترة الطاهرة كي يقول لهم من أن هم الأنبياء في الدنيا لم يكن في الدنار والدرهم ولم يكن همهم أن يورثوا الدينار والدرهم كان همهم في العلم والهداية والمعرفة والحكمة والخطاب موجه إلى عامة المؤمنين لأجل أن يعرفوا علمهم هذا الذي يتعلمونه عن من يأخذونه وهذا الحديث لا علاقة له بأحكام المواريث التي ترتبط بالولاية فيما بين أولي الأرحام بحسب الآيات التي بيّنت لنا أحكام المواريث إذا افتردت إذا افتردت أن الحديث يأتي معارضا لآيات الكتاب الكريم فإنني سأكفر به ولا أعبأ به إلا إذا عرفت أن الحديث قد صدر عن المعصوم سأضعه جانبا لن أعمل به ولن أرتب عليه أثرا ربما هناك حكمة معينة جعلت المعصومة يقول هذا الكلام تقية تقية مداراة شيئا آخر لكنه يتعارض مع القرآن فإنني سأضعه جانبا بعيدا عن عقيدتي وبعيدا عن علمي ومعرفتي وبعيدا عن ثقافتي وبعيدا عن الأحكام والطقوس والفتاوى التي أعمل بها أنني أتركه أضعه جانبا وهذا ما هو برغبة مزاجية مني هذا هو الذي تعلمته من دين العترة الطاهرة أعتقد أن الصورة باتت واضحة وأن الموقف صار جليا لذا فإن النتيجة التي وصلت إليها بعد أن عرضت حديث أبي بكر الذي ينسبه لرسول الله صار واضحا بحكم القرآن هذا الذي يقوله أبو بكر كذب في كذب في كذب هذه أكذوبة من أكاذيب البخاري وأكذوبة أخرى أشرت إليها في الحلقات المتقدمة لكنني أشرت إليها عرضا حينما حدثتكم عن خالد بن الوليد وكيف أن النبي تبرأ من فعله مرتين والرواية موجودة في البخاري حينما أرسله النبي إلى بني جذيمة لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في طوايا الحديث أشرت إلى حديث عمر بن العاص حول الإجتهاد إنني أقرأ عليكم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة إنه الكتاب السابع والتسعون من كتب صحيح البخاري وهذا هو الباب الحادي والعشرون باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم الحديث سبعتالاف ثلاثمية واثنين وخمسين رقم الصفحة الف وميتين أو ستة وتسعين البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يزيد بسنده عن عمر بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر لعنة على قائلها النبي يلعنه لأنه يمنع أجر الرسالة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهت ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهت ثم أخطأ فله أجر هذا هو حديث عمر بن العاص مع أن الحديث فيه ارتباك واضح إذا حكم الحاكم فاجتهد هذه الفاق الفاق فإن كانت ترتيبية يعني أن الاجتهاد صار بعد الحكم فكيف يقبل هذا أو هي تفريعية يعني أن الاجتهاد صار فرعا عن الحكم فكيف يعقل هذا هذا كلام ليس منطقيا لأن الفاة هنا إما أن تكون ترتيبية وهي العاطفة وإما أن تكون تفريعية فإذا كانت ترتيبية يعني أن الحاكم حكم صدر الحكم ثم اشتهت وإذا كانت تفريعية يعني أن الحاكم حكم ومن تفريع حكمه يكون الاجتهاد هذا كلام هراء إذا أردت أن أقبل الحديث بكل كذبه من أن رسول الله قال هذا الكلام فإن التركيبة اللغوية والأدبية لهذا الحديث ليس صحيحا دقيقوا النظر في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فاجتهد ثم أصاب فاجتهد ثم أصاب هذه ثم للتراخي هذا كلام سقيم جدا فكأن الصواب يأتي متأخرا عن الاجتهاد الصواب هو في نفس الاجتهاد والاجتهاد يكون مقدمة للحكم الكلام الكلام السليم هكذا إذا اجتهد الحاكم وكان مصيبا في حكمه فله أجران وإذا اجتهد الحاكم وكان مخطئا في حكمه فله أجر واحد دققوا النظر في الحديث كذبون هؤلاء ولا يحسنون الكلام لا يحسنون الكلام دققوا النظر في الحديث إذا حكم الحاكم حكم صدر من العكم وماذا بعد ذلك فاشتهد وماذا بعد ذلك ثم أصاب الصواب يأتي بعد مرحلة وراء الاجتهاد والاجتهاد يأتي بعد الحكم إن كانت الفاء ترتيبية أو كانت الفاء تفريعية ولا يوجد معنى للفاء أن الاجتهاد يكون قبل الحكم في مثل هذه الصياغة فالفاء أو إما أن تكون ترتيبية أو تفريعية وفي الحالتين فإن الاجتهاد يأتي بعد الحكم ترتيبا أو تفريعا وبعد ذلك يأتي الصواب أو يأتي الخطأ ما هذا الهراء ما هذا الهراء ويبنون دينا كاملا على هذا الهراء يبنون دينا كاملا هذه أكذوبة عمرو بن العاص وهي أكذوبة مهزلة أكذوبة مهزلة موعدنا بالتعابير الشعبية العراقية يقولون تذب لمصفط أحسن من صدق لمخربط حس هذا تذب مخربط ممصفط هذا تذب مخربط لكن الأغبياء من علماء السنة بنوا دينا على هذا بنوا دينا على هذا اقرأوا الحديث وتمعنوا فيه هذا الحديث لا يمكن أن ينطبق على أرض الواقع أن الحاكم يحكم وبعد ذلك يجتهد وبعد أن يجتهد بفترة يصيب أو يخطئ أي كلام من هذا إنه يجتهد وفي الوقت نفسه يصيب أو يخطئ وبعد ذلك يحكم بما أوصله إليه اجتهاده هذا هو الترتيب المنطقي إذا حكم الحاكم فاشتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاشتهد ثم أخطأ فله أجر الصواب والخطأ يكون في نفس عملية الاجتهاد ليس منفكا عن عملية الاجتهاد لا نستطيع أن نتصور أن صواب يأتي متأخرا عن عملية الاجتهاد أو أن الخطأ يأتي متأخرا عن عملية الاجتهاد ولا نستطيع أن نتصور أن الحاكم حكم وبعد ذلك اجتهد وبعد أن اجتهد صار مصيبا أو مخطئا أي كلام إذا حكم الحاكم فاشتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاشتهد ثم أخطأ فله أجر مع هذه الفوضى هذا الموضوع أكذوبة أكذوبة في البداية لا بد أن أصحح أكاذيب البخاري التي نقلها عن عمر بن العاص فلا بد أن أصحح الحديث أن أقول من أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب في حكمه له أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ في حكمه فله أجر لا بد أن يكون الحديث بهذا الترتيب وإذا كان بهذا الترتيب فهو كذب في كذب في كذب إذن حينما نناقش هذا الحديث علينا أولا أن نناقش الفوضوية في هذا الحديث هذا الحديث لا نستطيع أن نفهمه وأن نطبقه على أرض الواقع لا بد من تغيير بنيته اللفظية بعد تغيير بنيته اللفظية فإن الحديث كذب في كذب في كذب سأعرضه على القرآن حينما نذهب إلى سورة النحل وإلى الآية التاسعة والثمانين من سورة النحل الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة من سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إذا كان الكتاب تبيانا لكل شيء فأين سيكون محل الاجتهاد أين سيكون محل الاجتهاد الله يخبر عن قرآنه من أن القرآن تبيان لكل شيء هو لا يتحدث عن كتاب في عالم الغيب بقرينة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إنه يتحدث عن كتاب المسلمين إذ ربما يقول قائل من أن الكتاب هذا من كتب عوالم الغيب القرآن لا يتحدث عن كتاب في عالم الغيب يتحدث عن كتاب بين المسلمين ونزلنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إذا كان الكتاب تبيانا لكل شيء إذن أين سيكون الإجتهاد المنظومة الدينية منظومة خاطئة عند السنة أو عند الشيعة ولذا أردد دائما هناك دين سقيفة بني ساعد وهناك دين سقيفة بني طوس إنه دين مراجع النجف وكربلاء وهناك دين العترة الطاهرة هذا القرآن قرآنه والنبي في حديث الثقلين قرن بين الإثنين هذا التبيان موجود عند العترة ففي دين العترة لا يوجد شيء اسمه اجتهاد وهذا هو دين محمد صلى الله عليه وأهله الاجتهاد موجود في دين سقيفة بني ساعد الاجتهاد موجود في دين سقيفة بني طوس القرآن صريح ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والذي يبين العترة فهل هناك من وجود خطأ إذن ما هذا الهراء الذي يتحدث عنه عمرو بن العاص إننا نتحدث عن مرحلة ما بعد بيعة الغدير مرحلة ما قبل بيعة الغدير تلك مرحلة التنزيل نسخت نسخت نسختها مرحلة التأويل ما بعد بيعة الغدير ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا كتاب للمسلمين وهو تبيان لكل شيء محل الاجتهاد أين سيكون من هنا جاء في أحاديثنا من أنه ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة إنها سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة قد يقول قائل قد يقول قائل ربما نخطئ في فهم الكتاب والسنة أقول نعم نخطئ في فهم الكتاب والسنة هذا شيء وله جواب سأبينه بعد قليل لكن أن نؤسس منهجا خاطئا من بدايته يبنى على الفساد وبعد ذلك نقول إذا أصبنا فلنا أجران وإذا أخطأنا فلنا أجر ما هذا الهراء ما هذا الهراء القرآن يرفض عملية الإجتهاد ومسلك الإجتهاد ها هو ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة وهذا تعضده الآيات من السورة نفسها إنها الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة الناحل جاء فيها وأنزلنا إليك الذكر هذا هو الذكر الذي تبيان لكل شيء لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون هنا يمكن أن نخطئ لكن الخطأ بسببنا إذا كنا مخلصين فإن الله سيقيض لنا مؤمنا يقف بنا على الصواب هذا لفرد واحد فما بالكم بالأمة إذا كانت الأمة مخلصة فإن الله سيقيض لها من العلماء والفقهاء وارواة الحديث لكن الأمة خائنة الأمة لا تدين بدين العترة السنة يدينون بدين سقيفة بني ساعدة بدين الصحابة الخوانة والتابعين الخوانة والشيعة يدينون بدين المراجع الطوسيين الخوانة هذه هي الحقيقة طبقوا هذه المضامين على أرض الواقع أنا لا أحدثكم بشيء من جيبي الخاص هذا قرآن قرآن وعودوا تدبروا في هذه الآيات ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء لا محل للإجتهاد هنا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إذن من الذي سيضع التبيان لكل شيء بين أيدينا وأنزلنا إليك الذكر الذي هو تبيان لكل شيء لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون هناك فارق بين أن أخطئ في الفهم ضمن المنهج الصحيح وبين أن أكون مترددا بين الخطأ والصواب ضمن المنهج الخاطئ فارق كبير فارق كبير فارق كبير ومع ذلك فإن حالة الخطأ مردها لعدم إخلاصي لو كنت مخلصا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلبي على لساني لو كنت مخلصا لكنت مفهما لو كنت مخلصا لقيد الله لي من يأخذني في طريق الصواب الذي لا خطأ فيه ما هذه ثقافة العترة وهذه مواثيق أئمتنا لنا لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة من عوام المؤمنين من الشيعة من السنة القضية ليست خاصة بمجموعة من البشر هذا الدين للجميع هذا ما هو بدين عشائري أو بدين قومية معينة نحن نحن كلنا من أب واحد جميعا الأسود منا والأبيض الأشقر منا والأسمار القصير منا والطويل الرجل منا والمرأة نحن كلنا من أب واحد أبونا آدم وأمنا حواء كلنا من تراب كلنا من تراب وهذا الدين لنا جميعا الناس هم الذين قسموا أنفسه الناس هم الذين فعلوا ما فعلوا بأنفسه تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه طبعة ذو القرب الطبعة الأولى قموا المقدسة رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين الرواية طويلة الإمام وضع لنا هذا القانون إمامنا الصادق لا جرم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة من عوام البشر أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمام زمانه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الإمام يتحدث عن المرجع الشيعي الأعلى لا تحدث عن شخص بعينه ينطبق على المعاصر وعلى الذين سبقوه وعلى الذين يأتون من بعده لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده الشيعة ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على المرجع الأعلى في الماضي في الحاضر في المستقبل ويجمع على من أضله لعنة الدنيا وعذاب الآخرة فلا يوجد هناك خطأ إذا كنا قد سرنا في المسار الصحيح أما إذا تركنا المسار الصحيح فحينئذ سنقع في الخطأ حتى لو كنا ضمن منهج دين العترة لأن الخطأ أمر بشري طبيعي لا يستطيع البشر أن يتجاوزه إلا بلطف الإمام وهذه أنفسه أمتاً لها وأخرى وأخرى بنحو خفي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وفي السورة نفسها في الآية الرابعة والستين بعد البسملة وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الحديث عن كتاب بين أظهرنا ولا بد أن يكون بيان صحيح معصوم بين أظهرنا وهذا لا يتحقق إلا بالتمسك بدين العترة لا معنى لهذا الكلام لا في دين سقيفة بني ساعدة ولا في دين سقيفة بني طوس هذا هو القرآن القرآن واضح وواضح جدا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا كله علم القرآن الذي هو تبيان لكل شيء علم والبيان من رسول الله علم فلا محل للظنون الاجتهاد ظنون ظنون مقدماته ظنون قواعده وقوانينه إن كان هناك من قواعد وقوانين هي ظنون ونتائجه ظنون والمجتهد لا يدري هل أنه أصاب أم أنه أخطأ لكنه يضحك على نفسه من أنه إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر أتحفون أتحفون بهراء الوائلي بهراء الوائلي إنها الوثيقة الثالثة من الحلقة مية وثلاثة وثلاثين من حلقات برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وسفاهتي وتفاهتي وبترية الوائلي إذا لا والله ملقى إلى أجر على سعب على جهد إن أصاب إلى أجرين وإن أخطأ إلى أجر واحد هو كل ما عنده عنده الحكم الظاهري اللي يحصل عن طريق استقراء الأدلة إلى أن يوصل إلى الحكم تدور على المسألة الشرعية بلع من دليل أما راح يصيب الواقع يو لا لا كل واقعة من الوقاع إلى حكم عند الله إلى حكم واقعي لكن أن الفقير دائما يصيب الواقع لا يخطئ نعم جائز عليه الخطأ وجائز عليه الإصابة هذه ثقافة الضلال التي تريد المرجعيات وحتى الحسينيات وحتى الفضائيات تريد نشرها وتؤكد نشرها فيما بينك رجاء أن اعرض لنا الوثيقة الأخرى وهي الوثيقة الرابعة من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وتفاهة وسفاهة وبترية الوائل أعود للموضوع إذا القياش إحنا ما مضطرين إلى ما محتاجين إلى حتى ندور القياش لا الأحكام كافية في تغطيتها أي مسألة تصورها هي إلها حكم ولذلك المجتهد عليه أن يدور عن هذا الحكم إذا أصاب الله يعطي أجرين أجر على تعب هو أجر على إصابة الحكم الواقعي وإذا لا والله أخطأ الحكم الواقعي يأخذ أجر لأن تعب الجليل وصل لنا سماد الله عز وجل أعلم بأحكامه الواقع هو عند الله المجتهد عليه أن هي أدوات الفنية ويبحث إلى أن يتعب يوصل إذا وصل الله يتيبه على ذلك بس بشارق كما سيمر علينا إن شاء الله بشارق أن يكون مجتهد المجتهد عليه أن يهيئ أدوات الفنية يهيئ من فوق من جو هذه الأدوات الفنية هي التي يتحدث عنها القرآن في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة من سورة يونس وما يتبع أكثرهم إلا ظن هذه هي الأدوات الفنية وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعل إن الظن لا يغني من الحق شيئا الحق أين الحق في القرآن الذي هو تبيان لكل شيء الحق أين الحق عند محمد وآل محمد الذين يبينون لنا حقائق القرآن وما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة من سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وهذا هو دين العترة وهو دين القرآن فاعرضوا دين سقيفة بني ساعدة على القرآن سيكون باطلا واعرضوا دين سقيفة بني طوسي سيكون باطلا هذا القرآن يكذب دين السقيفتين وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذا في سورة يونس وفي سورة النجم في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم والذين قبلكم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ليس بالضرورة أن الآباء هم الذين يكونون قد ولدوهم وإنما علماؤهم أحبارهم رهبانهم فقهاؤهم محدثوهم مفسروهم مراجعهم هؤلاء هم آباؤهم آباء دينهم لأن الأسماء والمصطلحات لا تأتي من آبائنا الذين ولدونا من أب فلاح أو من موظف بسيط أو من عامل في مطعم أو أو وإنما تأتي من أصحاب العمائم الكبيرة حتى أصحاب العمائم الصغيرة لا يصنعون المصطلحات ولا يصنعون هذه الأسماء والقواعد والأصول وإلى بقية الأدوات الفنية كما يقول الوائل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أين هذا الهدى أين هذا الهدى ما إن تمسكتم بهما بالقرآن والعترة لن تضلوا بعد أبدا الهدى هناك في دين العترة لا في دين سقيفة بني ساعدة ولا في دين سقيفة بني طوسي هلا لعنة الله على دينهما معا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى في سورة نفسها في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة من سورة النجم وما لهم به من علم الآية تتحدث في سياق تقدم في الآيات المتقدمة وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا هناك علم وهناك ظن الأدوات الفنية كما يقول الوائل ظنون بكل أشكالها وأما العلم فهو منحصر بالقرآن الذي هو تبيان لكل شيء وبالذي يبينه والذي يبينه محمد صلى الله عليه وآله وبحسب محمد صلى الله عليه وآله فإننا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ بيان القرآن من علي وآل علي فقط وتلك بيعة مع الله ومع محمد ومع علي وآل علي منظومة فكرية رائقة واضحة أسألكم بوجدانكم هذه المنظومة التي أتحدث عنها أليست واضحة واضحة ومحكمة ودقيقة ومتقنة وعودوا إلى هراء سقيفة بني ساعدة هذا الهراء هذا الحديث الهراء الذي كله خطأ كله خطأ هذا الحديث يتألف من جملتين الجملتان خاطئتان في كل ألفاظهما الجملة الأولى إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران هذه الجملة كلها خطأ كلها خطأ لأن الجملة جعلت الصواب بعد الاجتهاد بمرحلة وجعلت الاجتهاد بعد الحكم الحاكم حكم بماذا حكم حكم وبعد ذلك اجتهد وبعد أن اجتهد وصل إلى الصواب هذه الجملة خاطئة الجملة الثانية أيضا وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر هذا الحديث يتألف من جملتين فقط وهاتان الجملتان من أولهما إلى آخرهما خطأ في خطأ بحسب التراكيب اللغوية وبحسب ما يكون على أرض الواقع ومع ذلك يؤسسون دينا على هذا الهراء وهذه الأكاذيب التي تتعارض مع القرآن ومن الراوي من الراوي إنه ابن النابغة إنه الأبتر ابن الأبتر عمر بن العاص أمه سلمة النابغة سلمة العاهرة التي كانت أقذر عاهرة في مكة البخاري يأخذ دينه من هؤلاء ولا يأخذ دينه من الصادق المصدق ابن رسول الله لا توجد رواية واحدة في البخاري عن إمامنا الصادق وتوجد الروايات عن هؤلاء العثالات ويليتها تأتي صحيحة حتى في الألفاظ لا تأتي صحيحة مسخرة آؤلاء دين مسخرة بالضبط مثل ما قلت في العنوان لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة وهذا هو الموجود على أرض الواقع وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا نذهب إلى فاصل في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة وكرارا ذكرت هذا الأمر لأنه أمر مهم تدبروا في الآية فإن الآية تتحدث عن كلاب الصيد يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله حتى الكلاب كلاب الصيد لا بد أن تعلم بعلم من الله بعلم فمه فقهاء فقهاء سقيفة بن ساعد وفقهاء سقيفة بن طوس يعملون بالظنون كلاب الصيد تعلموا بعلم لماذا أنتم يا طلاب حوزة النجف تعلمون بالظنون لماذا لماذا الكلاب أحسن حالا منكم لماذا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فإذا ما علمتموهن تعليما إلهيا فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب كلاب الصيد لابد أن يكون علمها من علم الله ماذا نقرأ في سورة الإسراء في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة ولا تقفو ما ليس لك به علم لا تقفو لا تتبع ولا تقفو ما ليس لك به علم لا تقفو لا تتحرك وراءه لا تتحرك وراء بشر لا تتحرك وراء لا تتحرك وراء دين ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هناك مسؤوليته هذه الوسائل هي هذه الأدوات الفنية الحقيقية ليست تلك التي يتحدث عنها الوائل السمع والبصر والفؤاد لا بد أن تفع على هذه الأدوات الفنية الحقيقية أن تفع على ضمن برنامج العترة الطاهرة التفهيم يأتي عبر هذه الوسائل الإمام المعصوم إذا أراد أن يفهمنا فإن التفهيم يأتي عبر هذه الوسائل بطريقة مباشرة بطريقة غير مباشرة ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا يجوز لك أن تستعمل هذه الأدوات خصوصا في الشأن الديني خصوصا الذين يصبحون رؤساء في الدين بين الناس لا يحق لهم أن يفعلوا هذه الأدوات في دائرة الظنون قرآن هذا قرآن هذا ولا تقفو ما ليس لك به علم مراجع النجف وكربلاء لن تجد واحدا فيهم حينما يصدر الفتاوى لن تجد واحدا فيهم مطمئنا من أنه قد أصاب في الذي أصدره من الفتاوى وإنما هو أمر لا بد أن يفعلوه لأنهم مراجع فلا بد أن يصدروا الفتاوى يعيشون الظن والشك والريبة إلى أن يموتوا هذه حقائق هذه حقائق لأن الإطمئنان من أين يأتي إذا لم تكن هناك من مقدمات باعثة على الإطمئنان ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول هذا يقودنا إلى الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فما بالكم إذا كان هذا الأمر يرتبط بالعقيدة وبالدين يرتبط بإمام زماننا بنحو مباشر الآية تقول لنا لا تعبأ بالأسانيد أكثر شخصا بحسب ما يقال يهتم بالأسانيد البخاري وأنا عرضت بين أيديكم العديد من أكاذيبه في صحيحه وبنحو واضح وصريح القرآن يكذبها وإذا أردت أن أستمر فإن كتاب البخاري كتاب مملوء بالأكاذيب لو سألتموني بحدود خبرتي في المكتبة السنية ما يقولون عنه كتاب ليس متينة كمسند بن حنبل مثلا صدقوني نسبيا أفضل من صحيح البخاري في مسند بن حنبل قد توجد حقائق قد يوجد صدق ولكن في البخاري الصدق قليل جدا أكثر الكتب كذبا وتزويرا وتدليسا وتحريفا وتزييفا كتاب البخاري ومن هنا فإن الشيطان أقنع السنة بأنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله هذا شغل إبليس مثلما أقنع الدروزة بأن الحاكم بأمر الله الفاطمي ذلك الحاكم المعتوه أقنعهم بأنه هو الله واستدلوا بأفعاله المعتوهة لأنها ما هي بفعل إنسان عاقل استدلوا بتلك الأفعال على أنه هو الله أي استدلال عجيب هذا ومثلما أقنع إبليس إجهمان الاعتبي بأن القحطاني هو المهدي ومر الكلام بهذا الخصوص أقنع السنة بأن البخاري هو أصح الكتب وهو أكثرها كذبا وأكثرها تدليسا وأكثرها تحريفا وأكثرها تزييفا والحقائق بين أيديكم وإلا أي حديث هذا هذا حديث عمرو بن العاص الذي أسسوا دينهم عليه أقاموا دينهم على هذا الحديث الحديث خاطئ من أوله إلى آخره وهو يعارض القرآن بدرجة مئة بالمئة دين مبني على معارضة القرآن دين مبني على الأكاذيب والترهات هذا هو الواقع الموجود في سقيفة بني ساعد أما في سقيفة بني طوسي فإن الواقع أخرى وأخرى وأخرى بتريليون مرة من واقع سقيفة بني ساعد ولذا فإن إمامنا الصادقة في تفسير إمامنا الحسن العسكري في رواية التقليد نفسها التي قرأت ما قرأت عليكم منها قبل قليل يتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قلت لكم البخاري هو الأشد والأكثر احتياطاً كما يقولون في مسألة الأسانيد ماذا كانت النتيجة؟ حتى إذا أحسن أظن بالبخاري لأنه اعتمد على منهج الأسانيد وكان محتاطاً جداً في التعامل مع هذا المنهج ودقيقاً في الوقت نفسه كما يقولون كما يدعى له النتيجة أن جاء بكتاب مشحون بالأكاذيب من أوله إلى آخره فمنهج الأسانيد باطل هذا بحسب الواقع العملي أما بحسب القرآن فإن القرآن يصرح في الآية السادسة بعد البسملة ببطلان منهج الأسانيد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا علاقة لكم بناقل الخبر تبينوا الخبر في نفسه مثل ما أفعل الآن إنني أأخذ الأخبار وأعرضها على القرآن فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ليس المطلوب أن نحقق في السنة المطلوب أن نثبت أن الخبر علمي ولا نستطيع أن نثبت أن الخبر علمي يحقق العلم من خلال إثبات صحة السنة وإنما نستطيع أن نثبت أن الخبر علمي من خلال دراسة المتن ومن خلال الرجوع إلى قاعدة معلومات نستطيع من خلالها أن نشخص صحة المعلومات من عدم صحتها وليس هناك من قاعدة معلومات تكون أفضل من القرآن هذه قاعدة المعلومات الأولى قاعدة المعلومات الثانية ما ثبت عندنا ما ثبت عندنا وبنحو صحيح من حديث محمد وآل محمد ونستعين بالخبرة العقلية ونستعين بالواقع الموجود على الأرض مثلما بينت لكم الخطأ في تراكيب حديث عمرو بن العاص من خلال تطبيقه على أرض الواقع لأننا إذا أردنا أن نطبق ما جاء في حديث عمرو بن العاص على أرض الواقع لا يوجد شيء كهذا الحاكم يحكم وبعد أن يحكم يشتهد وبعد أن يشتهد بمدة يصيب هذا شيء لا وجود له على الأرض فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآية تقول لنا من أن اتباع منهج الأسانيد سيجعلكم حيرة قد تصيبون وقد لا تصيبون هذا هو منهج الاجتهاد فإن أصبنا لنا أجران بحسب أكاذيب البخاري وعمر بن العاص وإن أخطأنا فلنا أجر ما هذه المهزلة؟ ما هذه المهزلة؟ إذا كان الخطأ والصواب مأجورين إذن لماذا أنزل الله الدين؟ لو ترك الأمر إلينا ونحن نحدد الأحكام فإما أن نصيب وإما أن نخطأ إذا أصبنا فلنا أجران وإذا أخطأنا فلنا أجر لماذا إذن الأنبياء الكتب الرسالات الأوصياء الصراع مع الظالمين لماذا؟ لماذا كل هذا؟ إذا كانت النتيجة الأمر على حد سوى أصبنا أو أخطأنا غاية الأمر أن مقدار الأجر يختلف فإذا أصبنا لنا أجران وإذا أخطأنا لنا أجر هذه لعبة إبليس لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي القرآن كله من أوله إلى آخره يشهد بهذه الحقيقة هناك الكثير من الآيات كان في نية أن أتحدث عنها لكن وقت الحلقة انتهى هذا حديث عمر بن العاص بكل هرائه اللغوي وبكل أكاذيبه الدينية هذا كذب على رسول الله إذا حكم الحاكم فاشتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاشتهد ثم أخطأ فله آجر وأقرأ عليكم من الكاف الشريف من أحاديث العترة الطاهرة إنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في صفحة السابعة والسبعين من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أبو بصير يقول لإمامنا الصادق ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها إنه الإجتهاد ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها هي موجودة في كتاب الله وسنة محمد وآل محمد لكن أبا بصير وغيره لا يدركها وإلا فالكتاب تبيان لكل شيء وما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة لكن علم أبا بصير قاسر عن ذلك قلت لأبي عبد الله ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها قال لا 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 يحق لك أن تمارس الإجتهاد قال لا أما إنك إن أصبت إن أصبت لأنك اعتمدت منهجا خاطئا وهو الإجتهاد أما إنك إن أصبت لم تؤجر إن أصبت لا كما يضحك عليكم يا شباب السنة أمر بن العاص أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل هذا المنطق السليم المنطق السليم هذا هذا منطق القرآن ومنطق العقل ومنطق الحكمة هذا هو منطق الله ومنطق آل الله تأخذون بمن تأخذون بحديث الصادق أم بحديث مسدد ابن مسرهد أم تأخذون بحديث عمر بن العاص ابن النابغة العاهرة بحديث من تأخذون بحديث الصادق ابن الزهراء الطاهرة أم بحديث عمر بن العاص ابن النابغة العاهرة بحديث من قارنوا قارنوا بين قوة البلاغة في هذا الحديث وبين الهراء في حديث عمر بن العاص إذا حكم الحاكم حكم فاجتهد بعد ذلك اجتهد ثم أصاب وبعد أن اجتهد أصاب بعد ذلك هل هؤلاء ثلاثة أشخاص هناك حاكم وهناك مجتهد وهناك شخص مصيب أم أن الحديث يتحدث عن شخص واحد هذا هراء البخاري وهذا منطق الكافي الشريف أما إنك إن أصبت لم تؤجر لأنك ذهبت في منهج خاطئ منهج الاجتهاد منهج باطل أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل لأن المجتهد يشتغل بأدواته الفنية كما سماها الوائلي وهو ليس متأكدا من صحة أدواته الفنية وليس متأكدا من صحة طريقة بحثه وليس متأكدا من أنه سيصل إلى النتيجة الصحيحة صدقوني هذا الحال هو الذي عليه مراجع النجف وكربلا ليسوا متأكدين من صحة الأدوات الفنية التي يعملون بها وليسوا متأكدين من صحة طريقة بحثهم فهناك الكثير من الأمور التي تتعلق بالموضوع وهم يجهلونها وقد بينت هذا في أمثلة كثيرة عبر برامجي وسأبين أشباهها وأمثالها في قادم الأيام إن بقينا أحيا وهم ليسوا متأكدين أثناء البحث من أنهم سيصلون إلى النتيجة الصحيحة وحتى إن وصلوا لا يعلمون هل أنهم أصابوا أم أخطأوا ويقولون هذا علم أي علم ويقولون هذا دين أي دين لو أن الله سبحانه وتعالى يترك الأمر للناس الأمور إما أن تكون واجبة أو ليست واجبة إما أن تكون محرمة أو ليست محرمة والناس ينظرون بعقولهم في هذه الأمور يصيبون ويخطئون فإن أصابوا يؤجرون أجرين وإن أخطأوا يؤجرون أجراً واحداً بديلاً عن هذه المهزلة الشيطانية والتي فوق كل ذلك ينسبونها إلى محمد وآل محمد ويدعون أنهم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء يدعون أنهم نواب لصاحب الزمان بهذه الجهالة وبهذه السفاهة التي جاءونا بها من سقيفة بني ساعد وسقيفة بني ساعد جاءتنا بهذا الهزال من ابن النابغة هنيئاً هنيئاً لمراجع النجف ودينهم أصوله تمتد إلى ابن النابغة هنيئاً له أعتقد أن كذب حديث عمرو بن العاص صار واضحاً وجلياً وهذه أكذوبة أخرى من أكاذيب صحيح البخاري ترجمة نانسي قنقر